تزداد معاناة الفلسطينيين مع ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف ويتزامن ذلك مع تحذيرات من انتشار الأمراض والأوبئة في قطاع غزة معاناة أخرى يتكبدها الفلسطينيون مع ارتفاع درجات الحرارة في ظل استمرار العدوان الذي تشنه قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ أكتوبر الماضي على غزة ليعود فصل الصيف مرة أخرى ولكن يعود هذه المرة والقطاع مدمر ويجلس الفلسطينيون في الخيام التي لا تقي من حرارة الشمس نهارا ولا من الحشرات والبعوض والأفاعي ليلا ويزداد الوضع صعوبة في ظل شح المياه النظيفة يأتي ذلك في ظل تحذيرات من انتشار الأوبئة والأمراض في مخيمات النزوح بمحافظات الينوب مع اجتداد موجات الحر الدفاع المدني بغزة طلب منظمة الصحة العالمية بالإصراع في إنقاذ حياة مئات آلاف النازحين الفلسطينيين والتدخل لإيجاد أماكن بديلة عن الخيام الأطفال والنساء الحوامل الأكثر عرضة لخطر الحرارة المرتفعة لذا تزداد الحاجة إلى المياه ورحلة البحث عن المياه لا تتوقف مثلما لا تتوقف رحلات النزوح القسري من الشمال إلى الجنوب والعكس مجددا فالناجون من القصف يعانون من ظروف الحياة القاسية التي فرضتها آلة القتل الإسرائيلية